نرجع لكم مشاهدينا نتابع لقاءتنا بيوم جديد مارلين سالهب خبيرة اتيكات صارت حاضرة معنا لحتى تخبرنا اكتر عن الاعراس بزمن الكورونا كيف لازم نتحضر ونحضر للعراس بهالحالة او الاحوال الصحية لمش ولا بد تابعوا التفاصيل بهاللقاء مارلين صباح الخير أهلا وسهلا فيك يعني كورونا بلا كورونا الناس بدأت تتجوز وفيه اعراس عم بتصير فيه ناس بتقول او بروح او ما بروح وكمان العرسين بيكونوا عطلانين هم مارلين شو بدهم يعملوا لحتى يكونوا محافظين على سلامة المعازم وسلامة سلامتهم هن الخاصة شخصية وأهليهم طبعا صباح الخير أهلا وسهلا هدين كمان ما في شك انه يعني ينهار فرح ما ضروري نقلبه ويصير سوفينير بحياتنا متل ما قلنا من أسبوعين بيصير سوفينير منه حلو يعني أنا بعرف أشخاص شخص بنت توفت ستة بنهار عرس نهار مش عرسة نهار اللي خلقيت ما بقى تحب أنيفرسيرا صارت هلأ صبية وعمرة 30 سنة وما بتحب أنيفرسيرا دونك نحنا مش مفروض ونحنا هلأ هون مش عم نعمل إتيكات يعني عم نعمل بلوتو قديش نحنا منحب شريك طبعنا وهو قدي بحبنا وقدي نحنا منحب المعازيم اللي عازمينهم وهيدا يوم فرح ما رح نقلبه وباء ونحنا عم نشوف قدي عم بيكتر هلأ وقديش في ناس بالصليب الأحمر كمان في ناس من وراء خوري مش عارف أنه هو مريض لك قدي صار فيه يعني قصدي أقول أنه الحلقة كتير مهمة للي حابين يتزوجوا وهيدول الأمور اللي رح نعدها إشيان عملت من منظمة عالمية مش نحنا متخصصين بالوباء ومتخصصين حكمة يعني عملوا كل هالإرشادات نحنا لازم نتبعها وإذا نحنا نقصنا بشي هني ينتبهوا على أكتر من هيك كمان شو أهم الشي نعمل هيك حتى نبلش نحنا حكينا من أسبوعين أنه عملوا أول شي أحصاءات وسألوا الناس وهي دي من أسبوعين الحلقة اللي قطعت سألوا الناس شو لازم وشو بحبوا ومن هالمنطلق طلعوا بالنتائج بلاس إنه ما في شك إنه كل بلد بحق إلا بعدد معين مثلا عندي بالنورواج عشر أشخاص بالعرس بس مش أكتر هلأ هني مش مشكلة بالنسبة لهم هلأ ما بيعزموا عيال وجلان بإنجلند مثلا 30 شخص نحنا بلبنان لنحكي عن لبنان نحنا بحق إلنا ب45 شخص مش أكتر من هيك هلأ أنا سألت أخوات بس عم بينعمل أكتر عم نسمع هلأ بإعراض أنا سألت 300 شخص ومش مفروض تعرفي أنه الناس اللي بتحترم حالها المحلات بلوتون اللي بيحترموا حالهم هني ما عم بيقبلوا وعم بيمضوا العرسين لأنه مش هني بس مسؤولين العرسين كمان مسؤولين إذا أنت مش قادرة بتشتغلي العريس طبعي كمان مش قادر في دايما أختك في صحبتك في حدا لازم يهتم بهالأمور وصدقيني بتغنينا عن إشياء كتير خليه متنقلنا هو أوفر كمان أصار هلأ أكيد يعني هيدا أرجت هيك شيء إضافة إيجابية نوعا ما أنه أقل تكلفة مصبوط أقل تكلفة وممكن نعملها كتير شيء وكتير حلوة بأفكار كتير صغيرة وضل زكرة حلوة هو الهدف أنه هني عم بتجولة لأنه بحبه بعض مفروض يعني هلأ كنا حكينا رح نكمل شو حكينا نحنا اليوم بما أنه قلنا أنه الأحصاءات بتقول أنه كتير ناس ما بتحب هي تصف سيارتها لأنه نحنا بنعرف أنه بعض الأوقات الكنيسة أم المجمع اللي نحنا رايحين عليه بعيد شوي مضبوط بقى من الأفضل إذا أم كان أنه يصفوا أوكي هون الفالي باركينج هني كمؤسسات عاملين هالدراسات الفالي باركينج أول شي بدنا نعمله وبدنا نسأل عنه أنه ما يكون فيه شباب كتير بس على طول فيه مسؤول هلأ بدك تقليلي أنا ما بدي أتكلف ما بدي حط يمكن في الفالي باركينج ما رح حط سعر مسؤول بحط حدا من قبله بس لازم يكون فيه مسؤول رح نشوف قديش هلأ بزمن الكورونا في الفالي باركينج فيه ناس ما بحبوا يعطوا سيارتهم هلأ تحديدا قال لي مش حابب يعطي سيارت وما بيعطيه بصفة هو بس أصدق أنا ويش بيتي إذا أنا العرس الخاص فيه أنه أمن هالخدمي نعم لازم أمن أولا المسؤول قبل كل شي تاني شي اللي لازم أمنه وانتبه عليه نسكر كل المداخل ما بيضل فيه غير مدخل واحد مش عدة مداخل كله بيتسكر بدي يكون فيه مدخل واحد بعدين لما المسؤول لما بيجوا الشباب تبع اللي بدون يصفوا السيارات بدوا ياخد لهم الحرارة تبعهم هيدا وظيفته للمسؤول وظيفة المسؤول كمان ما مناخد سيارة ما منسلم سيارة غير قدام الناس بتكون معقمة مش إنه منقول إيه وبسيطة ما في بسيطة في مرض أوكي دونك نحنا ما منسلم أبدا سيارة غير معقمة وحتى إذا بدي أحكي عن تيبس بيحطوا أول المدخل صندوق ممكن نحنا نحط شكر للناس اللي صفت لنا السيارة ما منعطي شي بإيديهم وأهم شي حالو منظم كتير أكيد وأهم شي بكل اللي رح نحكي فيهم يعني إن حكينا عن الفالي باكينج ولا حكينا عن الهوستس ولا حكينا عن الكيتشن دايما لازم يكونوا لابسين ماسك لازم يكونوا حطين كفوف لو في هالاحتياطات كلها دونك لازم يكون أقل شي ممكن أشخاص مدخل واحد كله لابس الماسك تبعه وما منسلم السيارة غير معقمة طب هوني المعزيم هنه كمان وجباتهم يكونوا حطين ماسكات يعني كمان في هالأشخاص اللي هنه يمكن يستطفوا ناس أنا أكون معزومة وأنا يمكن الحامل الفيروس بصراحة كل إنسان مسؤول مفروض يكون نحن هوني ما بعرف يمكن قطعوا الصور ما انتبهنا نحن هون أول صورة أول صورة أصدنا نقول أنه ليكي شو مبسوطين حتى هي وعم بتنقف استانا قدي في مسافة بينها وبين أهلها اللي هني وبين الفندوز اللي هي موجودة معا يعني نحن دايما بدنا نترك هالمسافة بيننا وبين الأشخاص طي ضل هنهار فرح هوني حطينا السيارة بس نقول شو المتطلبات من الفالي باكينج الفالي باكينج دونك حكينا ما رح نرجع نعيدهم مرة تانية بس أهم شي وصدقين كتير مهم أنه ينأخذ حرارة الشباب اللي هي مسؤولة ويضل في مدخل واحد بدنا نتكل على كل شي مكتوب يعني ما فينا نعطي إشياء بالكارتون نحن قلنا أنه الكارتون بيضل عليه عدة ساعات الميكروب الفيروس بيضل عليه ما أنه فيروس بلوتو ميكروب دونك بيضل عليه عدة ساعات دونك بدنا نتكل على كل شي مكتوب لنوجه الناس حتى لما منكون قاعدين على الطاولات سمحيلي قلك إنه ما بيحطوا كتيب صغير ما في كتيب بدك تحطي هيك إذا حات حاب تحطي المنوش وبدون ياكله بتحطيها الدامون مكتوب علي كل شي من الأفضل إنه ما ندق فيها حضرتك سألتيني عن المعازيم ما عليش إذا نحنا ندفت ديقنا شوي لنخلي غيرنا ينبسط شوفي شو طالعين هلأ بماسكات جدا لتبين شكلها للست ما يشلها من جمعتها بريمو يعني في إشياء وهون بدي أقول أوقات العرسين عم بيعملوا ماسكات كتير حلوة عم بيقدموها للمعازيم أول ما بتفوتي لما رح ننقل هلأ للهوستس هي بتعطيهم ماسكات شوفي هون عم بياخدوا صور خلينا نحكي عن الصور نرجع نكمل هون عم بياخدوا صور شوفي قدي بعاد عن بعضهم هلأ الأعراس شو عم بيصير عم بيعملوا مثل أوروبا مثل إنجلند كمان بيروحوا بيتصوروا قبل العرس مش متل قبل إلا بيتركوا بس للأهل والموجودين بيتركوا إنه بيتصوروا بجنيني بعاد عن بعضهم برضو رح يدال سوفينير بس كير حلو مرلان عم تسلم ممكن بره تعتمد بي كم محالي ممكن كم عائلة بس هوني عم بلبيني صعب كثير صعب كثير وين في ناس مسؤولي عم نطلع على مناطق الصيفية مولعينة طب ليش نحن نعمل هيك فكريك ليش نحن مثلا بنعمل هيك بس أقوله سيجمنت لأنه لنوعي الناس بس أكثر من أنه سيجمنت طبي بيكون بيقلولك أنه هالأد هالفيروس خطير انتبهولك والأعداد أداعا بتصير عنا بلبيني ما عمل تسمو بالماسك يعني اللي هو أبسط شي يعني بتمنى أنا دايما دايما بتمنى أنه الناس صحة هوني ما عم نحكي موضة ما عم نحكي نحن يعني في أكتر من أنه تهتمي بصحتك يعني ما بفتكر في شي أنه أكتر شي بعدين شخص إذا مرت حدا من اللي بتحبيهن ولدتك لا سمح الله ستك حدا بتحبيه بعدين أنت رحتي على شهر العسل طب ومردت بشهر العسل إنه شو عالسوفينير هيدا اللي حلو كتير أني أقعد حرارة أربعين ممكن لازم تصير هالزواجة كانت مثل بالمصري الجوازة دي ما كانش لازم مش لازم تتم هي أنا سكنت بمصر عشان هيك تعرفي اللحجة المصرية وأحش مالبلد بالكون صدقيني أم الدنيا مصر حلو كتير مصر صدنا شعبة شعب 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 اللي بحببك أيها نحن حكينا عن خلينا ننتقل شوي على الموضيفات حالو الموضيفات برافو لو استساس كنا عم نفتش على الكلمة ولقيتها بأعتذر كتير من الموضيفات أول شغلي هن بياخدوا الحرارة طبع كل المعزيم بدي بعرف مش مسموح نعمل دعاية بس أنا لحجوبك على السؤال اللي حضرتك قلتي إنه برا عم بيصير هي هون بيشتر ويس وبشنا نعير ب ما بدي أعمل دعاية بس لأقلك إنه عم بيلتزموا بدك بس ناس وعي بدك وعي من المحل اللي حضرتك رايحة عليه وبدك وعي شخصي وإذا أنت ما وعيت أمك إذا مش أمك صحبتك بس لازم صرنا نوع هيدا اللي لازم نعمله دونك بدا تاخد الحرارة طبع كل المعزيم وبدأ تأيدها على ورقة يعني بدأ تتأيد لأنه لازم تعطيها للمسؤول بعدين ما في شك إنه لازم الطاولات كلها تكون معقمة هلأ بما يخص الكيترينج وهون حضرتك ما بعرف إذا انتبهتي مرت الماضي قلنا إنه لازم يكون مش لازم الأفضل يكون قاعدين ليش لأنه تبين إنه إذا بديك تحطي ستيشنز بديك تحطي محطات للأكل أوقات كتير ما بتنتبهي أنه على كل محطة لازم يكون فيه ماتر دوتال بديك تقولي لي لي دايماً هو على الصخن في مين بصب بس إذا لاحظت أنه الصحن أنت يوجو اللي بتاخديه إذا لاحظت أنت بتاخدي الشوكي والسكين ما هيك حضرتك مثلاً بتاخدي الجبنة الخلز أنا بشيل الجبنة أنا بشيل حموس إذا كان منو لبناني أنا بوقف بحكي مع أصحابي فوق الأكلات وبنصير بنحكي يعني لا عن جد بقى مشين هيك مشين هيك هلأ ما فيكي هلأ لازم على كل محطة حتى للصحون حتى للجبنة حتى إذا حضرتك أخدتي جبنة أنا ما رح يخد وراكي حتى بإيدك يعني دونك في ناس بدأت تكون متضايقة هن بيجبروا العرسين بهالأمور إنه على كل ستيشن بدأ يكون فيه ماتر دوتال ما فيه ماتر دوتال مش قدرتي ما ليش بنعمل ديني أسي يعني أهم شي إنه هيدول الأمور ننتبه لهم بعد ما أنا أقلم ندي دك بدأ نحكي شوي عن أهم شي المطبخ المطبخ بدي يكون معقم ممنوع السلولير بالمطبخ ممنوع التدخين بالمطبخ مسؤول واحد فينا نحكي على التليفون على طول لازم على الطاولات يكون بالمطبخ موجود أمت لينك فيلم وكل ساعة بده يتغير وهيدا المسؤول اللي حضرتك حاطتي ودفعتيه هو اللي بده يشرف على الموضوع العرس تلبكنا قبل ما نروح بالعكس بالعكس دبوني بس سؤال أخير رح أختم معك إذا مثلا بسبب الكورونا والظروف هلأ الأرقام عم تتكاتر وأنا معزومة على عرس فيه بأخر تكي أبدا مش بأخر تكي أبدا الأفضل من قبل نعطي علم وخبر لأنه في ناس بنحب نحطها نحنا بدل هلأ خصوصا أنه هلأ ما عنا مجال بي ملتزمين برقم خصوصا الناس اللي نحنا عم نحب أنه هني يلتزموا لأ الأفضل نعطي علم إلا لا سمح الله كمان صار سخونة إلا إذا بقلوا المحرورة بقلوا لي ما تجي أكيد هني بصير معليه معليه حتى لو أخذت أحجي يعني أنا ما لنسلها بل أتشكر حدودك معنا أهلا وسهلا فيك بنشوفك إن الله راد مشاهدينا فاصل ومنرشع